صرح الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة بأن إسرائيل فشلت خلال مئة يوم من الحرب على قطاع غزة في تحقيق أهدافها وأشار أبو عبيدة في كلمة متلفزة إلى أن المقاومة أخرجت نحو ألف آلية عسكرية إسرائيلية عن الخدمة منذ بدء القتال مشددا على أن أي حديث لوقف العدوان على أهلنا ليس له قيمة في مسار المعركة التي تتوسع يوما بعد يوم منوها بأن أهداف العدو تكسرت على صخرة صمود مقاومة شعبنا ومقاومتنا لا التهجير تحقق ولا التدمير العشوائي حقق لهم سوى الخزي والاستعاد والأسر وأشار أبو عبيدة إلى أن مصير عدد من الأسر الإسرائيليين بات مجهولا والباقون دخلوا جميع النفق مجهول وعلى الأغلب سيكونون قد قتلوا وقادة العدو يتحملون المسؤولية عن هذا الملف